السلام عليكم معاكم فهمي بسام في حياة كل واحد فينا لحظات جميلة ومميزة مرت عليه وكان مبسوط جدا فيها مثل سفرة لبلد معين أو رحلة عائلية مع أشخاص كانوا موجودين وهلأ الله يرحمهم أو نجاح فيه دراسة أو عمل المهم موجود هاي اللحظات واللي بيكون أمر حلو أنه نتذكرها ولكن مع مرور الوقت والحياة والمواقف الصعبة اللي بتصير معنا وتبدل الأحوال بوصل الواحد لمرحلة حرفيا وكأنه انجرف مع الحياة وكأنه الحياة عبارة عن نهر جاري وسحبه وبتصير الحياة أمر ممل هون الواحد فينا بصير يحاول يتذكر اللحظات الحلوة اللي صارت معه لحتى يطلع شوي من الجو اللي هو عايش فيه ولحد هيك ما فيه أي مشكلة ولكن المشكلة بتصير لما تظلك تفكر بالماضي وتصير عايش بالماضي وإنه اللحظات الحلوة في الحياة وكأنه قرأتها في كتب التاريخ والمشكلة الأكبر عدم استيعاب الشخص اللي بيصير معه وبصير بده يكرر هاي اللحظات الحلوة بأنه يرجع يطلع نفس الطلعات أو السفرة أو الرحلة اللي طلعها من قبل على أمل أنه يشعر بنفس الشعور اللي حسه في أول مرة ولكن الواقع رح يجي يسلم عليك ويحكي لك مش هيك الموضوع يا حبيبي ولما تسألوا ليش رح يجي الجواب أنه كل لحظة مرت من حياتك هي أصبحت من الماضي وكل لحظة في حياتك هي لحظة مميزة في حد ذاتها فالمشكلة ليست في المكان أو الزمان وإنما في الحالة الفكرية والنفسية اللي كنت فيها لما عشت هاي التجربة أول مرة لأنك وقتها ما كنت تفكر أنه بدك تكرر أي لحظة من حياتك وإنما كنت مقرر أنك تستمتع بهاي اللحظة وهذا أصلا كان سبب خروجك من بيتك ووصولك لهذا المكان وبيكمل الواقع وبيحكي لك اصحى على حالك بلاش يجي يوم تدرك فيه هذا الأمر ويكون كالصدمة لما تصير تسأل حالك أنا إيش كنت بعمل كل هاي السنين الماضي في حياتي ليش كأنها مرت فجأة وما حسيت فيها ووقتها بتستوعب أنك كنت معلق في لحظات زمانية معينة طيب إيش الحل يا سيد واقع؟ الحل أولا أنك تحمد ربنا على كل أحداث ولحظات الماضي الجميلة والغير جميلة لأنه مجموعها هو اللي يشكل حياتك الشخصية ثانيا أنك تدرك أنه كل لحظة من لحظات الحياة هي لحظة مميزة بحد ذاتها وبالتالي فإنه كل لحظة مرت من حياتك لا يمكن تكرارها فلا تخسر الحاضر والمستقبل في محاولات التكرار وعيش كل لحظة من حياتك على إنها تجربة جديدة وبش مجرد تكرار ولو كانت مع نفس الأشخاص في نفس المكان وكنتيجة اتوكلوا على الله في حياتكم وقرروا من هاي اللحظة إنكم تعيشوا كل لحظة في حياتكم على إنها لحظة جديدة ومميزة في حياتكم وكنصيحة غيروا سلوككم الفكري اتجاه أنفسكم واتجاه الحياة ولأنه موضوع السلوك موضوع مهم جدا عملت في الماضي سلسلة كاملة عن السلوك بشرح فيها ما هو السلوك وما هو سلوك الناجحين وكيفية العمل على تغيير سلوكنا ورح تلاقوا الرابط لهذا اللينك أو لهذه السلسلة في الدسكريبشن أو بأول تعليق وفي الختام بأكد على جملة مهمة حكاها جمرون لا تكون تابع وإنما تكون طالب علم ما يعني إنه كل هذا الفيديو هو عبارة عن رأي شخصي كتبته وكان نتيجة لأفكار وأراء شخصية عنديها فإذا عجبكم فاخدوا فيه واتبعوا هاي النصائح الموجودة في هذا الفيديو وإذا ما عجبكم انسوا وانسوا أنكم حضرتوا هذا الفيديو والمهم إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو اشتركوا بالقناة أعطوني أو احكوا أراءكم عن هذا الفيديو في التعليقات وشو رأيكم فيه وإيش ممكن كيف ممكن أنه الواحد يغير من حياته وأنه ما يظل معلق في الماضي وإذا كان واحد فيكم مر بهاي التجربة أو هاي الحالة أنه يحكي عنها ويشاركنا إياها في التعليقات شكرا على المتابعة كان معكم أخوكم فهمي بسام والسلام عليكم